مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أحوال جوية معتدلة بالنهار لطيفة بالليل خاصة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء لكن اعتباراً يوم الأربعاء ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ونراقب تأثر المملكة نهاية الأسبوع بمنخفض جوي خماسيني مشاهدين فاصل ونواصل مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى نستعرض وإياكم سوياً الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع ونبدأ من يوم الأحد يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة أجوى معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 28 والصورة 15 المرتفعات الوسطى 26-16 المرتفعات الجنوبية 26-16 الأغوار والبحر الميت 38-25 وخليج العقبة 37-24 البادية الجنوبية الشرقية 30-19 وأيضاً البادية الشرقية أجواء حارة نسبياً 36-19 وبنلاحظ أن الأجواء الحارة هي البادية الشرقية وأيضاً الأغوار والبحر الميت وأيضاً خليج العقبة يوم الأثنين استمرار الأجواء المعتدلة بالنهار واللطيفة بالليل وبالتالي العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 28 والصورة 15 المرتفعات الوسطى 25-16 المرتفعات الجنوبية 25-15 الأغوار والبحر الميت 37-24 أجواء حارة نسبياً في النهار معتدلة في الليل وكذلك خليج العقبة أجواء حارة نسبياً نهاراً إلى حارة وأيضاً معتدلة ليلاً 37 إلى 23 البادية الجنوبية الشرقية 29 إلى 17 والبادية الشرقية 34 إلى 19 درجة مئوية يوم الثلاثة أيضاً استمرار الأجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل ربيعية معتدلة نهاراً ربيعية لطيفة ليلاً المرتفعات الشمالية أو المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 29 والصورة 16 المناطق الوسطى 26 العظمى والصورة 17 الأغوار حارة نسبياً إلى حارة 37 إلى 24 وأيضاً المرتفعات الجنوبية 24 إلى 16 وخليج العقبة حارة نسبياً إلى حارة 36 إلى 24 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الشرقية 29 إلى 18 والبادية الشرقية 33 إلى 20 درجة مئوية يوم الأربعاء القادم إن شاء الله بداية الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 31 والصورة 18 المرتفعات الوسطى 28-19 والمرتفعات الجنوبية 26-18 الأغوار والبحر الميت 38 إلى 26 أجواء حارة وكذلك العقبة أجواء حارة 37 إلى 26 المناطق الجنوبية الشرقية 30 إلى 20 والبادية الشرقية أجواء حارة نسبياً إلى حارة 35 إلى 23 درجة مئوية يوم الخميس ارتفاع واضح على درجات الحرارة أجواء حارة المناطق حارة نسبياً إلى حارة المرتفعات أو المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 34 والصورة 24 المرتفعات الوسطى 30 إلى 24 والمرتفعات الجنوبية 29 إلى 23 درجة مئوية الأغوار والبحر الميت 40-41 العظمى ستكون والصورة بحدود 31 درجة مئوية أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت كذلك أجواء حارة في العقبة العظمى المتوقعة 41 والصورة 32 البادية الجنوبية الشرقية 32-25 والبادية الشرقية أجواء حارة 37 إلى 25 درجة مئوية يوم الجمعة أيضاً استمرار الأجواء الحارة ونراقب يومي الخميس والجمعة تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني فراح تكون الأجواء بشكل عام يومي الخميس والجمعة حارة نسبياً إلى حارة ومغبرة أحياناً وبتظهر بعض السحب العالية والمتوسطة فالعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 33 والصورة 21 المرتفعات الوسطى 31-24 المرتفعات الجنوبية 31 إلى 19 والأغوار البحر الميت 41 إلى 42 العظمى المتوقعة أجواء حارة والصورة المتوقعة 28 درجة مئوية كذلك الأجواء حارة في العقبة العظمى المتوقعة 42 والصورة 27 البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبياً ومغبرة مع غيوم متوسطة وعالة 33-14 وكذلك البادية الشرقية أجواء حارة نسبياً إلى حارة ومغبرة مع ظهور السحب العالية والمتوسطة العظمى المتوقعة 35 والصورة 26 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميدلابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري